أهلاً 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 بكم وحلقة جديدة من برنامجكم التسعة كل سنة وتطيبين وعيد سعيد عليكم يا جميع يمكن إحنا في خلال شهر رمضان استمتعنا كل الاستمتاع الممكن بالدراما المصري ويمكن أغلبيتنا الحقيقة وكلنا كنا مستمتعين جداً بمسلسل الاختيار مش بس علشان المسلسل نفسه وما ضار في أحداث هذا المسلسل والوسائق اللي موجودة في المسلسل لا كمان إحنا استمتعنا بأداء أجيال من النجوم والفنانين المصريين كانوا موجودين في هذا المسلسل حضرين بفنهم الرفيع عالي المستوى وجزء من استمتعنا بالمناسبة أو استمتاعي الشخصي كمان إن أنا تشرفت جداً فيه الشهر الفضيل بمكالمة تليفون اتصلنا بالأستاذ مفيدة عشور وكنا بنهني على دوره العظيم وهو يجسد دور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وبعدين استأذنت وقلت له يعني أنا متشرف أستاذ مفيد جداً بهذه المكالمة وأتمنى أتمنى أنك تشرفنا في الستوديو الحقيقة أستاذ مفيدة عشور ما كدبش خبر وكما هي عادت الكبار من نجمنا مو بالذات المسرحيين دول كلمتهم بتبقى سيف يعني حاجة كده دهب زي ما بيتقال ينزل على التربزة يرن رنته الثمينة المعروفة فأستاذ مفيد منورنا جوه الستوديو أرحب بي أولاً أنا سعيد إن أنا موجود مع حضرتك في هذا البرنامج وبقول للسادة المشاهدين جميعاً كل صراحة وقصائلين محادة بالصحة منورنا أستاذ مفيد زي حضرتك الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله وإحنا لسه قبل ما نبدأ الحلقة قلت لي يا ستوديو عشرة هلقة بالستوديو ده 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 عشرة وقد يكون المكان اللي إحنا عاديين فيه ده الله أعلم يعني في هذا اللوكيشن يعني أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا أول مرة أول مرة أول مرة كنت طالب في معدى على الفول مصرحية كان مسلسل رحلة السيدة أبو العلي البشري الله كان إخراج المخرج العظيم الكبير محمد فاضل محمد فاضل أسامة أنور فأنا أول ما دخلت الستوديو عملتني فلاش باك لخمسة وثلاثين سنة فاته يعني أنا بدأت محترفا من خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة ليه دخلت معدى الفنون المصرحية؟ يعني أبقى الحدوتة من بدري أنا أسماع اللاوي أحسن نفس كعلة الأقاليم كل من ينتمد الأقاليم عموما يعني ما فيش أي مكان المكان الوحيد اللي ممكن أي حد فينا يبارس فيه هواياته بشكل عام يعني وبذات التمثيل في أصول الثقافة فأنا إسماع اللاوي فبدأت في أصر الثقافة في إسماعالية وبعدين أنا خارج هندسة فأثناء درست لهندسة كنت بعمل مصرح في هندسة أنا كنت عاوز أخش معك في مصرحي من الأول خالص إنما أبويا طبعاً قال لا أنت جاي بجموع كهاز في هندسة فخش هندسة خلص هندسة وبعدين بقى أعمل اللي أنت عاوز تعمله إني وخلصت هندسة فخلصت هندسة وأنا دخلت فدخلت الجيش لما دخلت الجيش كان إجباري كل خارجين طب وهندسة بيخشوا زباط احتياط فأنا دخلت الجيش زباط احتياط وأنا في الجيش قدمت في المعهد فانجحت في المعهد خلصت الجيش كملت في المعهد لأن أنا عاوز أبقى ممثل يعني أنا ممثل مع صبق الإصرار والترصد ده كل الإصرار آه كل الإصرار خامس سنين هندسة آه وتلات سنين زباط احتياط وتلات سنين زباط احتياط هذه كده ثمان سنين ثمان سنين وأربع سنين في المعهد يبقى كده اتنشر سنة اتنشر سنة اتنشر سنة هاوياً يعني دراست المعهد آه برضو أنت لسه بتعد كي تكون محترفاً آه فأنا كنت مستمتع الحقيقة يعني وما زلت حتى هذه اللحظة أنا أعلم أحداثك فيها مستمتع بهذه المهنة يعني ما أنا أنا بحب التمثيل طيب المسرح أحلى ولا السينما المسرح أحلى ولا درامة التلفزيون هو كما يقولون ودي ودي حقيقة فعلاً يعني آه المسرح أبو الفنون بشكل عام أوكي يعني هذه اللحظة السحرية اللي المواسل بوقف فيها على المسرح والمتفرجين موجودين دي لحظة لا تقدر بسمن لأن لو احنا بنعمل مسلسل المسلسل ده حيتحط بنصوره وبعين نخش في مراحل المونتاج والمكساج وكذا 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 وبنستنى أهم طرف اللي هو الطرف الطرف المهم اللي هو المتفرج المتفرج هو الطرف الأهم في العملية الفنية لأنه هو اللي بيحكم على قيمة هذا المنتج إذا كان هذا المنتج منتج جيد أو غير جيد طب ما بالك بقى أن الطرف الأهم موجود جمهور المجمهور فأنت بتاخد حقك كاملا بلا مواربة وبلا مجاملة وبلا أي شبهة وبلا أي حاجة هذا السوكسي الأخير اللي الممثل بياخده في نهاية المسرحية هو التعبير الحقيقي عن مدى إيجادة هذا الممثل لضره وبيعمله فعشان كده تلاقي المسرح شيء عظيم جدا وحتلاقي أنا أعتقد وأزعم أن عظام الممثلين على مستوى العالم جميعا هم ممثلين مسرح سير أنترو هوبكينز والله أعتقد ممثل مسرح على أند إليتي ممثل مسرح روبرد دينيرو ممثل مسرح عبدالله غيس ممثل مسرح محمد وفي ألبيل حلفاوي توفي عبد الحميد عد 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 كتير جدا جدا أحمد زاكي كلهم المسرح ليه زخم ليه زخم وليه أنا بحب المسرح بس هو أظن فيه رهبة لأنه زي ما فيها استحسان الجمهور قد يكون فيها استياء ودي حاجة مخيفة ما هو عشان كده عشان كده وجود الطرف وجود المتفرج قدامك اللي هو الحكم يعني الحكم في هذه المباراة الفنية هو المتفرج أنت بتعمل كل يعني إحنا بنعمل يعني إحنا يهمنا دلوقتي أن هذا اللقاء اللي بنعمل أنا وحضرتك أنه يلقى استحسان عند السادة الجمهور فهو المسرح كده فهو ده هو ده الخطورة على فكرة عشان كده المسرح وان شوت لا إعادة يعني لو بصور مشهد أنا وزميل أو أنا وزميلة وأنا غلط أو أنا ما كنتش كويس ممكن نعيد المشهد تاني مرة واثنين وثلاثة واربعة إنما المسرح لا المسرح وان شوت من فتح السطارة إلى إغلاق السطارة وان شوت وعلى الممثل أن يكون في كامل لياقات التركيزية لازي يكون مركز كويس أوي 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 من الأولى بيخش بالكلوس لحد ما يخرج فدي خطورة وجمال المسرح في نفس الوقت فهو مخيف لكن أنا دايما كنت أعد أبص على الممثلين المسرح تحديدا باعتبارهم دايما وأنا كده مش منحز ولا حاجة هو لأن أنا مش مصرحي خالص أصلا دخلت أعدادي هنسة بس سقط ما كملتش إنه ممثل المسرح دايما هو غول التمثيل بيعرف يعمل أي حاجة يعني دايما حتى في مناقشات مع بعض الأصدقاء ومش عام فيهم يجي نلاحظ إنه ده الممثل ده عنده اليقة بدنية عالية بقولهم لأنه بدأ مصرح ده الممثل ده مش عام إيه بدأ مصرح ممثلين المصرح قدرتهم مع حبي وتأديري للكل بس قدرتهم أعلى أستاذ ده كرم مطاوع أنا أنا كان ليه حظ في الماعدة اللي عالفهم المصرحية إن أستاذ دفعيتي كان الأستاذ كرم مطاوع فالأستاذ كرم مطاوع ليه مقولة مهمة جدا بيسألوه إن ممثل المصرح لا يصلح أن يكون أنه يقف قدام كاميرا لأنه بقى أوفر يعني فقالهم لا ممثل المصرح مش أوفر ممثل المصرح عنده المقدرة على إنه هو يتحكم في في انفعاله يعني لما يكون بمثل قدام كاميرا أنا ممكن ببصها واحدة بس أقول لأنا عاوز أقوله يعني من المنطقة دي أقول لأنا عاوز أقوله في المصرح لا في المصرح في وسائل تعبير أخرى الممثل بقى يجب أن هو يفرق ما بين اللونج شوت بتاع المصرح أنت في المصرح فتحة البورسين يمديك بيرة جدا وإنت طول الوقت في اللونج شوت طول الوقت المخرج أحيانا عاوز يعط كلوز عليك فيحط عليك بقع الدوق ياخدك في الأفانسين شوية إنما في النهاية ما فيش أحجام هو حجم واحد فقط في المصرح اللي هو اللونج شوت فأنت لازل تبقى واعي وإنت بتمثل قدام كاميرا غير ما يكون بتمثل في المصرح غير ما يكون وقف قدام مايك إزاعة في كل الأحوال أنت عليك أنك تكون مدرك للطولز بتاعتك تبقى عاملة إزاي أنك تطوع نفسك لخدمة الميديا اللي أنت بتشتغل فيه فهو أستاذ ده محمود ياسين هو خارج المصرح القومي محمد وفق خارج المصرح القومي نبيل الحلفاوي عبدالله غيس عدي لك أسماء عبدالرحم الله مزاقص عدي لك أسماء كتير جدا يشار لها بالبنان ومشتغلوا السينما كويس قوي اشتغلوا الفيديو كويس قوي ومشتغلوا مصرح كويس قوي لا المصرح المصرح هو سميه باقي هو البوتقة اللي بتنصهر فيها كل أدوات الممثل علشان تصنع في نهاية ممثل جيد أو ممثل كويس أنا اللي أنا لاحظته أنه حضرتك طبعا تعاملت مع أستاذ كرام مطوع الله رحمه رب طبعا أستاذ محمود مرسي وأظن كمان الدكتور أبدأ غفر عودة صح؟ أه طبعا طبعا مين الأكثر تأثيرا أو بعبارة أخرى خلينا أقول أنه خدت من كل واحد في التلاتة دول إيه أنا أقل بس كنت طفل وقتها يعني بحكم العلاقات الأسرية فأنا كنت تعرف كويس قوي أستاذ كرام مطوع والدكتور عبدالغفر عودة أه فأنا بشوفهم أنه هم مش عملقة دول يخض أه طبعا طبعا زي أستاذ محمود مرسي عملاق حظي الوحش بس أن أنا ما قابلتوش يعني إيه اللي خدتوا من كل واحد من التلاتة لأ أه أنا اللي ده رسل في يعني أنا أستاذي بشكل مباشر في المعهد العالي فيهم مصرحية الأستاذ كرام مطوع والأستاذ سعد أردش والأستاذ جلال الشرقاوي ودكتور سناء شافع دول أستاذيتي بشكل مباشر دول اللي قعدت قدامهم تلميذ وهما أستاذيتي الأستاذ محمود مرسي أنا قابلته بعدين في الإتراف في أبو العيل البشري يعني في أبو العيل البشري في هذا الاستيديو إحنا بنصور مشهد والأستاذ محمود بيصور مشهد إحنا عدين بنتفرج عليه يعني إحنا كل مهمتنا إحنا نتفرج على الأستاذ بشغل إزاي فبعد ما بنخلص المشهد بينزل المخرج بينزل التست على المشهد في البلاتوف وإحنا عدين هو بيتفرجش خالص؟ خالص نهائي ما بيشوفش نفسه أصلا فمرة في اتنين في ثلاثة فسألني يا أستاذ محمود لي حضرتك بتفرجش على التست بتاع المشهد قال أنا متصور الشخصية بشكل معين لو أنا تفرجت على نفسي ممكن هذا التصور أو هذا الخيال اللي أنا متخيال بالشخصية يتكسر لو تكسر مش عارف أكمل إيه ده أنا بتفرج على العمل مع المتفرجين يعني هو بيتعرض بقى خلاص خلاص يتعرض على الشاشة هتفرج زي الناس لا ناقة لك ولا جمل لأن في كل الأحوال بعدين بعد سنين الخبرة تكتشف أن أن أنت بتستفيد يعني أنا لما لما رأي بأستاذنا أحمد زاكي في فيلم الهروب هو بيشتغل أنا ومحمود البزاو وإحنا عادين بنتفرج عليه طول تصوير الفيلم سواء عندنا أوردر أو ما عندناش إحنا رايحين بنتفرج على الأستاذ أحمد زاكي بيشتغل إزاي دي تراكمات لما تتفرج على أستاذ بيشتغل قدامك يعني أنت بتستفيد أنا بستفيد طبع أنا اكتشفت بعد كده بقى أن الأستاذ بحمود المرسي كان على الحق لأنك لما تتفرج على نفسك تقول المشهد ده أنا كنت ممكن أعمله أحسن من كده يعني طول الوقت أنت مش راضي عن نفسك ما ينفعش فنان يقول أنا كنت عظيم أو أنا كنت بكذا أو أنا ما ينفعش ما ينفعش على الإطلاق لأنك طول الوقت تبحث عن الأجود تبحث عن الأحسن عن الأكوس يعني أنت طول الوقت مهموم بأن تتقدم حاجة كويسة لو ركنت ظهرك على الكرسي وقعدت لا 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 ما ينفعش ما ينفعش على الإطلاق خالص خالص حتنتفي المتعة لأن البحث عن الجودة ده متعة في حد ذاتها على الفكرة يعني لو الموثل استمتع هو بشخص المتعة دي حتنتقل للمتفرج على طول لأن المتفرج ما تتحكش عليه أبدا خالص لا 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 كلما كنت صادقا كلما كان ده أقرب الطرق إلى قلب وعقل المتفرج لتنين مع بعض أنت الأول يعني الأول هو بيشوفك وهو عقله شغال والله لو حس بصدقك حتصل لقلبه صح وصلت لقلبه خلاص هو ده هو ده كونتراته اللي بينكو بين المتفرج أن تكون صادقا بس طيب ده بيخليني وأنا وأنا بخرج شوية صغيرة كده من المسرح أنا حب أصلي المسرح جدا يعني وأقدر قوي 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 المسرحيين إلى يعني حد بعيد جدا لكن في السينما فيها تجربة حسنا اتفرجت على أفلام سينما وهي بتتصور مع بعض الأصدقاء يعني من المخرجين فكنت أصتغرب جدا أنه الممثل يبقى قاعد يقوم بالمشهد بتاعه وبعد كده ألاقي المخرج يقطع وبعدين يغير زاوية الكاميرا والممثل يعمل المشهد تاني وعدين ياخد زاوية تالتة في العيد تالت ولزم التلاتة تلات مرات دول حضرتك تبقى بتقوم بنفس الانفعالات وبنفس النارف بتحافظ على ده ازاي هو ده اللي احنا بنعمله في الفيديو دلوقتي ده دلوقتي بقى كمان دلوقتي يعني مش بس في السينما ده اللي بتعمل كمان في درامات الإليجيزيون لا لا دلوقتي بيحصل كده يعني احنا بنصور المشهد متقطع فانت عليك كممثل ان انت تبقى محافظ على على مفعلك على تدرج المفعلك ده فيه سعب بقى ممكن تصور مشهد مثلا حلقة 17 مشهد 20 ترجع تاني وترجع ممكن تصور بعد كده حلقة واحد مشهد خمسة يعني انت لازم تبقى عارف طول الوقت تبقى انت عارف بدء فين ومنتهي فين وما بين البداية والنهاية في حاجات كتير جده لازم تبقى عارف راح فين وجاي منين والمشهد ده كنت بتعمل ايه قابليه في المشهد القابليه او المشهد اللي بعديه لازم تبقى محافظ على على الشخصية طول الوقت دي بتيجي بدرجات خبرة بقى ودرجات وعي وانك تبقى طول الوقت محافظ على الشخصية اللي انت بتعملها جوه جوه الستيديو يعني تبقى محافظ على ده في بعض فنانين بيختاروا لنفسهم خط يعني يختار خط او يحبس في خط ده كوميدي ده شرير ده دائما ما يقوم مثلا بدور الشخصية الرسمية او فلاني فلاني اكيد لازم هتشوفه فدور وكيل نيابة او ظابط ما باحث حاجات زي كده وستيز مفيد ما حطش نفسه في الحتة دي خالص بل بالعكس تنوع في الادوار واحيانا يقدم لنا مشاهد فيها خف الدم واحيانا ما شاهد فيها جدية شديدة واحيانا ما شاهد الصعيدي صاحب غلزة الطبعة طيبة القلب في نفس الوقت يعني التنوع لكن ده بيخليني اسأل استاذ مفيد بيختار على اساس ايه او بيوافق على اي اساس لو بيجي لي عمل او بيجي لي لو انا حبيت الشخصية بعملها ايه اللي حبيبك في الشخصية اللي قمت بيها في فيلم باكيزة وزغل كان اسمه ليلة القبضة دي خب بلك ده انا كنت طالب في المعدة العالفة المسرحية في سنة تالتة فان انا اعمل مسلسل استاذ اسعاد والله ارحم والاستاذ سهير البابلي والاستاذ وحيد سيف دول دول عمالقة كوميديا اه وانا عمل شخصية جد يعني انا كنت عامل زابط ايو ايو استاذ يوسو الشعبال الله ارحمه اه 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 انا كنت متهيب طبعا دي كان اول تجربة سينما بالنسبة لي دي كان اول فيلم سينما اقف قدام كاميرا سينما مع النسوز محمد عبعزيز احبنا ديله الصحي اه اه والحقيقة فيه مشهد فيه بتاع الليبانة ده مشهد كان وانت شوتك يعني هو اه ميكافيلي الى اقصى درجة كل حاجة يعني هو بيحسبها بالمكسب فقط هو لا يخسر على الاطلاق خالص يعني هو شخصية الوحيدة لاته لمخسرتش حاجة طول المسلسل فهو بيقدم ها ده ده نموذج انت بتشاور للمتفرج بتقوله ده نموذج غير اه صالح نموذج طالح بتعملش زيه اللي هو ده 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 نموذج اه 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 ده اسمه شهين مش اخصاص ما شهين كانت في مسلسل اسمه حرص سلاح مع الستاذ الرباب حسين دور تاني غير دور الامام الطيب وكان يبقى دور مثلا حد من جماعة الاخوان دور شرفير تعملوا تعملوا اه طبعا ما تقولش انا كده ممكن الناس تخل مني موقف لا 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 هعملوا هعملوا انا الحقيقة اه كان لي يعني حظ كان كويس في ان انا عملت مجموعة شخصيات تاريخية اه الناس بتعرفش عنها حاجة الا في التاريخ يعني عملت احمد بن دقاد في عصر الامة مع استاذ حسين مدين مصطفى الله رحمه وده كان واحد من العلماء الكلام الكبار في الدولة العباسية من اصحاب الكلام اه وعملت اه الامام الليس بن سعد الليس بن سعد وعملت جمال الدين الافغاني وعملت اه جمال الدين الرومي اه دي وبعاية وعملت الرئيس السادات وعملت الرئيس جمال عبدالناصر في الازاعة وعملت طاحسين اه فلما اتعرض علي الشيخ الطيب انا كنت بسعيد جدا انا مبسطت ان انا اتعرض علي ان انا اعمل الشيخ الطيب لكن لو اتعرض علي اي شخصية اخرى في هذا العمل هعملها لان انا اوقن ان اي ممثل مصري لو عمل مشهد واحد في الاختيار فده شرب بالنسبة له هو المسلسط ده صلو فعلا مهم للتوصيق وللوعي بشكل عام انما انا كنت سعيد انا كنت سعيد جدا انا بعمل الشيخ احمد الطيب دكتور احمد الطيب طبعا طبعا انا زاكرت الشيخ احمد الطيب قلتلي كده لما كنا بنتكلم في رمضان زاكرت هذا الرجل امه وعشان تعمل شخصية حتى ايما كانت مساحة هذه الشخصية لازم تزاكرها كويس جدا يعني هو بداية احمد محمد احمد الطيب الحسني فهو ينتهي نسبه الى سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طلب فهو رجل من البيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن رئيس حكماء رئيس مجلس حكماء المسلمين مفت الديارة المصرية السابق رئيس جامعة الازهر الامام الاكبر اول امام ال48 للجامعة الازهر فانت قدام قيمة كبيرة جدا صحيح فلازم انت تبقى قد ده اما هذه الحاجات اللي انا قلتها تبقى مخلب فوق دماغك اما تسحبك وترميك في حتة تانية خالص واما ان انت تبقى مظلة بالنسبة لك انت تظليلك لو انت عرفت هذه الداتة اللي موجودة بالاضافة انه راجل صوفي هو راجل صوفي لازم ترمي كل اطراف هذه الشخصية انا متذكر روحتك قلت لي في المكالمة التليفون من ضمن المذاكرة ان حضرتك قعدت تفرجت على المناظرة الكاملة مع الدكتور الخشط ليه بصيت على المناظرة دي لان في انا شفت حوالي 7-8-9 ساعات للشيغ الطيب انما هذه المناظرة طبعا الشيخ طيب في البرامج اللي هي حد برنامج هو بيقدمه بيتكلم عن حاجات في الفقه في اسئلة في حاجات في كلام بيدي فهو بيتكلم من منظور ديني فقط كعالم ديني انما هذه المناظرة او هذه المحاورة زي محاورات افلاطون يعني اي هو كان قاعد قاعد كبان قاعد عادي والدكتور الخشط قاعد وما بيتنظروا هما الاتنين فانت شايفوا لما بينفعل بيطلع بروح فين لما ما بينفعلش تون صوته بيعامل ازاي يعني انت بتتفرج على انسان يتحاور فممكن جملة تتقله فتخليه ينفعل وجملة تتقله فتخليه لا ينفعل يعني انت بتشوف بني ادم في حالاته الانفعالية المختلفة وده الفرق على فكرة بين الفنان وبين المونولوجست المونولوجست بياخد جزء من الشخصية لانه مهمة المونولوجست ان هو يدحك الناس مقل داتي اه يعني هياخد منطقة يعمل فيها حاجة تدحك تصير الضحك عند المتفرج انما الممثل لا ممثل يقدم شخصية ها هذه الشخصية يقدمها شخصية بالمنحة الانساني صح يعني كيف تتكلم تنفعل تاكل تشرب تمشي تقعد يعني طاقه حسين ما اعرفش عماله لازم طاقه حسين لما يقعد يبقى عامل كده او يبقى عامل كده دي كلها دي كل دي حاجات تفاصيل للشخصية كل ما كنت مغرق في التفاصيل لان الكاميرا دي رائعة كاشفة مذهلة رائعة بكل خلجة بتطلعها كل حاجة فتفاصيلك كل ما كنت مغرق في التفاصيل في أي شخصية عموما بشكل عام فبقى لك بقى بشخصية الناس عارفاها وعارفين الشيخ طيب بيتكلم ازاي الشيخ طيب على فكرة الشيخ طيب لا تراه إلا مبتسما صحيح أو لا تراه إلا بشوش مستريح الوجه دي حاجات نادرة لما تلاقيه عابس الوجه نادرة لما تلاقيه كده لكن هو رجل هاشا باشا يعني وشه بشوش بشكل عام طب أنا هستأذن هروح لفاصل وعايز أرجع بعض الفاصل أسأل طيب هل أو بالأدق إزاي بتقدر تعبر عن الشخصية على ميكروفون الإزاعة بتيجي ازاي يعني إزا كان قدام الناس في المسرح أو على كاميرا التلفزيون أو كاميرا السينما ففي تفاصيل زي ما حتى بكرت كده زي على الدكتور طه حسين الله يرحم طب في الإزاعة بتوصل هلنا ازاي هستأذن نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام اشتركوا في القناة اتنين دكتورة نفسيين هو بيعالجو صاحبو أنا كنت نروح كلم عن الإزاعة بس أتكلم عليها لكن المشهد ده بالنسبة لي مهم جدا إنه الاتنين دكتورة والتنين نصحاب وبينهم هذه المحورة والاختلاف ووصلوا إلى مرحلة تضاد في الرأي وهنا حضرتك قاعدة عمال بدأت تتردد في الآخر وكأنك بتنسحد من وجهة النظر مش من المناقشة أنا كده فهمت صح؟ لأنه هو هي مشكلة شخصية صبري في المسلسل إنه هو ابن انتحر وهو اللي جاب له الدواء فهو معترض على إن أنت تدي معترض على حكاية يعني فيه فيه دلوقت ساعات دكتورة نفسيين فيه بعض دكتورة نفسيين بيصرفوا أدوية فيه فيه اتجاه دلوقتي إنه ما تصرفش أدوية لأ يعني مفيش داعة الأدوية يتكلم معها أوكي أوكي عالجه يعني اتكلم يعني بدلا من وصف أدوية بتلعب في كيمية الجسم بزبط لا خلينا ناخد مدرسة تانية خاصة هي كانت مشكلة صبري في المسلسل إنه هو جاب الأدوية لابنه بيعالجه فهو فمات فانتحر بالأدوية أو مات بالأدوية فبقت مدين مشكلته هو عاوز يخرجه من الحالة اللي هو فيها دي فهو لما بدأ يتكلم عن الأدوية فهو أيقن إنه هو هو عاوز يجيبه عاوز يعالجه يخرجه من الأزمة اللي هو فيها فاكتشف إنه هو لا ده بيغلط هو كدكتور بيغلط كطبيب يعني المسلسل ده لو أخلي بالك من زيزي مسلسل بقدر ما كان يبدو كوميديا بقدر ما هو مسلسل فعلا مهم مسلسل رائح الحقيقة مهم جدا اه اه أنا بقى حي طبعا كريم الشناوي مخرج شاب رائع الحقيقة جدا وماريب نعوم عاملة عاملة سياريو حيو سياريو رائع الحقيقة أيها والورشة طفا كانوا ورشة عايز أرجع على مسألة الورشة دي بعد شوية بس هروح الأول لحكاية الإزاعة إزاي وأنا بسمع بسمع سيز موفيد على الإزاعة أبقى حاسس أن أنا شايف الشخصية بتقدمها لنا إزاي شوف حضرتك قلت إيه أبقى حاسس ها الممثل اللي ما بيحسش ماينفعش ممثل طب بتوصلها لي إزاي بل لأن مهلا سيحس مفيش حاجة اسمها أنه أنت مش شايفني فنعمل بحاجات صوتية كده لا ماينفعش مش حتصدقني على فكرة لأن أحاول لك على سر أقول لي أنا وأنا عائل صغير في أعدادية كان فيه مسلسل بيتزاع على محطة صوت العرب كان اسمه أديب طبعا قصة طاع حسين طاع حسين فكان الدكتور طاع حسين بيقول مقدمة هذا المسلسل بصوته آه فانا وقعت في غرام هذا الصوت وانا وانا سمعت صوته طبعا وسمعت صوته في دعاء الكروان بزرق أبلها أبلها فهو لما كان بيقول هاجه قصة ليس فيها شيء من الخيال وإنما أقصه شيئا قد وقع أقصه كما وقع أو في المكان أو الأماكن التي وقع فيها إلى آخر المقدمة دي فأنا عدت تلاتين يوم حريص جدا الساعة خمسة أسمع المقدمة دي مقدمة أديب فأنا بعد كده عملت طاع حسين آه لكن أنا بقيت أسير طاع حسين من لحظة دي فلسمن بزرقنا وقعت في أسر طاع حسين في أسر طاع حسين وبعدين كان عندنا الشيخان في سنوية عامة طبعا وإحنا بمقررة لكن زمن حلو كنا بيأخذ حاجات كويسة في المدرسة فزاد غرام طاع حسين لما جيت أعمل طاع حسين بقى على المسرح في المسرح القومي أنا مش كنت سعيدة أنا كنت أحلق وكنت عائل صغير كانت كنت أسنة 1990 متخرج لسه طازم من معد على المسرحية وكان لسه زحمة زكي عاملت شخصية ولسه زحمة زكي عاملت شخصية فقالولي أنت حتفرم نفسك لو عملت الشخصية دي أوعى إجري كنت لسه أسنل حسين وإنت بتقدم طاع حسين وسابقك أسه زحمة زكي فبتتحط هنا في مقارنات صعبة ونفس الوقت أظن ما استبدوا صحينا هنا غلطان ما بتبقاش خايف تقع في فخ التأثر بأداء أحمد زكي أو التأثر بأداء محمود ياسين أنا قلت لحضرتك أهو أنا عندي الرفرنس بتاعي طاع حسين نفسك طاع حسين شخصيا يعني لما تيجي تقول في سبعة عملوا أستاذات أو سبعة عملوا كذا لا تقارن أي ممثل بالأستاذ أحمد زكي لأن أحمد زكي هيكسب لكن تقارن الممثل بالشخصية الأساسية الأصلية يعني تقارن فلان بالشخصية الأساسية ما تقارنوش بأداء الأستاذ الأستاذ يكسب يعني لا يصح أن تضع مفيد عشور في مقارنة مع الأستاذ الكبار أحمد زكي ومحمود ياسين لا يصح مقارنة ظالمة 800% لكن حطني في مقارنة مع الشخصية الأساسية يعني شفني الربط من الشخصية الأساسية أو لا بس هو ده الفيصل إحنا ممكن نتجدل ونختلف في الحتة دي أنا مش من أنصار إنه ما حطش مقارنة ممثل لو إحنا افترضنا أستاذ مفيد مع أستاذ أحمد زكي لأنه وليه أقول لك ألا حاجة أستاذ يوسف يعني طب هل طب ده معنى أنا مقارنش مثلا أن أحمد زكي ومحمود ياسين بزكي طليمات لا لا إحنا بلتكلم علىها إحنا بلتكلم على شخصية شخصية عملها واحد واثنين وثلاثة شخصية واحدة يعني الرئيس السادات عمل أستاذ أحمد زكي وعملوا فلان وفلان 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 أيهما أجادة ما هو لو محدش تفوق الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه في هذا الأداء يبقى إحنا عندنا كده فقدنا حلقة من حلقات التطور في الأداء التمثيل لا خلينا لازم حد يتفوق لا خلينا بس خلينا بس خلينا نضع نحط أقدار أسدزتنا صح لا يصح أنا لا يصح بأي حال من الأحوال أن يتطول حد على الأسدزة طبعا خالص خالص الأباطرة دول أباطرة التمثيل محمود ياسين أحمد زكي مع حفظ الألقاء كان جير عظيم سيد محمود عبد العزيز أسماء كتير أسدزة كبار جدا لا يا صح أننا يعني لم أقلنا عملت على استحياء أنا بقول على استحياء أولا أولا أقول الكلام ده عشان لا أنا بتتكلم بجد عملت على استحياء عملت طاح صين عملت الرئيس السادات يعني إنما دول أسدزة كبار أسدتنا دول أسدزتنا ممكن ممثل تناول الشخصية بشكل مختلف حلو ده خلاه بشكل مختلف بلاش بشكل أحسن من لا مش لازم تبقى أحسن لكن اختلف اختلف بشكل مختلف بشكل مختلف حلو جدا قد تكون أنت طبقة صوتك أنت مثلا أقرب لطاع حسين خلينا نقول كده قد تكون طبقة صوتي أقرب لطاع حسين أقرب لأي لأننا ما ينفعش أعمل طاع حسين زي ما أنا بأتكلم كده أستحها لأ ما ينفعش لازم أعود زي ما كان بيعود ولازم ما أقول حاجة لازم الحاجات لازم دي تبقى موجودة قد تكون طبقة صوتي أقرب لطاع حسين قد مش هي أقرب لا قد تكون تفيد الاحتمال تفيد الاحتمال وإنت بقى اللي تقول إذا كان أقرب ولا أبعد ولا كلام من ده ولا إيه يعني هو أنه طول الوقت بيحترم حضرتك ودلوقتي بيحترمك زيادة أكتر وأكتر كم بلا خد ربنا أخليك وما بجد يعني دي شيء من الكبار فعلا كم بلا خد يعني يعني لأن أنا أنا ما أقدرش أنسى موقفين في بداية حياتي الفنية وأنا لسه ممثل ما حدتش عرفني في الشارع أصلا يعني 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 أبويا وم اللي يعرفوني وكواتي بس ما حدتش عرفني تاني أما مسل قدام الأستاذ أحمد زكي شط في أول يوم تصوير فيلم الهروب وتاني تاني يوم لأن كان لازم الفوتوغرافة تطلع تاني يوم بسرعة جدا شركورات لما تاني يوم يبعث للمدير أعماله يقول لي الأستاذ أحمد زكي عاوزك فروح لنا ومحمود البزاوي فيبص للصورة فيقول لي كلام رائع جدا ويسألني تطالف المعد ولا لا فأقول له آه فأقول لي كلام عظيم جدا يشجعني أنا يخليني أقول النهاء يعني هو كما لو كان الأستاذ بيقول لي أن يبني هذه المهنة مهنتك أنت ممثل كويس يعني ده الأستاذ أحمد زكي لما الأستاذ محمود ياسين أمثل معاه مشهد في فيلم اسمه ثلاثة على ميدة الدم ويبعث لي كوفير بتاعه وإحنا في الستيديو يقول له أستاذ محمود عاوزك فروح له فيقول لي كلام شديد الروعة كان جميل أمار يعني دول أستاذ بجد صح دلوقتي أنا وظفت أنا مهمتنا أنه لما لاقي في حد كويس في الستيديو قوله أنت كويس وأنا أخسر بساعده هو كان بيساعدني طبعا يعني أنا في الأول مشهد بصوره أنا متوتر جدا أنا قاعد في المشهد قاعد قدام محمود ياسين يعني أينما تيمم وجهك تجد أفيش للأستاذ محمود ياسين طبعا في المرحلة إحنا كنا فيها طلبة في المعلومة المصرحية كنت ما فيش مكان في شوارع القاهرة ألا فيه أفيش للأستاذ محمود ياسين صحيح لا يرحب ونجم الوطن العربي بلا منازح لما تقعد قدامه فلازم تتوتر يطبطب عليك ويقولك أنت كويس ده شيء عظيم جدا يعني نحن نحتاج أن نطبطب على الذين اللي بيبدأوا اللي بيقوئ اللي لسه بيبدأوا يعني كلنا نطبطب على بعض لأن العملية الفنية مش مين هيبقى أحسن في المشهد لا لو أنا ضعيف في المشهد الأستاذ محمود ياسين في المشهد مش حبقى كويس هو مدرك ده أو الأستاذ أحمد زاكي أو الأستاذ يوسف الحسين مش حبقى كويس يعني في النهاية خالص إحنا كلنا بنكمل بعض ما فيش حاجة اسمها حد أحسن أستاذة اتربوا على دين أستاذة يعني لحظي الجيد أنا وعمر محمود ياسين أصحاب من زمان من قام الجامعة مثلا وقابلت الأستاذ محمود ياسين في البيت عند عمر فكنت ألاحظ أن أستاذ محمود ما عندوش استهانة بأفكار العيال إحنا كنا عيال عندنا 18 سنة ما عندوش استهانة بأفكار العيال الزغيرة وكان يقعد يسمع ويتناقش وممكن يقعد يتناقش معانا حتى وإحنا نقول كلام فارغ ساعة واثنين وثلاثة فهنا بقعد أفكر في حجم القيمة العقلية والزهنية والشخصية الكبيرة اللي تدي من وقتها وده بحمود ياسين طبعا يدي من وقته العيال الزغيرين صحاب ابنه يقعد يتناقش معانا ونتفق ونختلف وهكذا وما يجبركش على فكرة لا 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 خالص خالص هو كان بيتمتع بحب الناس جدا جدا الله يرحب يعني يعني كان يعني هو كان بيدخ أكسوجين فيه ناس تدخ أكسوجين في الجو وتخليك كده تخليك بتتنفس براحة وانت قاعد او تبقى مقبل عليها وفيه ناس تبقى انت بيطالع سندوكسوجين الكربون يعني طول الوقت هو مش هو ما حسسك ان انت يعني انت ما تحسسش ناس بقيمتك على فكرة يعني ما تقولهمش أنا قيمة لا هم الذين يحسون بقيمتك تبقى هذه القيمة طاغية بالزبط لكن ما تقولهمش أنا قيمة يا جماعة انا يا جماعة انا قيمة انا ما حصلتش لا ما انا ما حصلتش يا جماعة انا موصل عظيم ما ينفعش وما ينفعش تكون بتعمل مشهد مع زميل وتفتعل توطر قبل التصوير مباشرة ما ينفعش ودي سكة بيسلوكها بعض الممثلين معقول اه عشان يضعف اللي قدامه بالزبط كتاب ليه ويظهر هو ليه تظهر ليه تعمل توطر ليه قبل تصوير المشهد ليه عشان ايه يعني ليه طيب هفترك جدل اللي قدامك ده اخضر لسه ويبدأ بتاع كلام ليه توطره ليه ملاش لازم خالص لان الحاجات دي مش مش لطيفة مش كويسة تسمم العمل في النهاية تسمم الأجواء زي قلية اش لازم انا رجع تاني على سحر الإزاعة ازاي برضو بتوصل لي هذا الإحساس قلتلي ايوة انت قلته الإحساس بتوصله لي ازاي حس يعني حتى لو بتعمل إزاعة انت مش محد شايفك محد شايف بس حس مسل بجد لان انا لما كنت بشيب أستاذنا محمود مورسي مرحب هو على فكر كان بيحب الإزاعة جدا جدا يعني انا فيه ما حط اسمها البرنامج البرنامج كان اسمها البرنامج التاني بقى اسمها البرنامج الثقافي دي كانوا بيعمل فيها كل مصرحيات اللغة العربية بشكل عام مصرح كلاسيكي مصرح كلاسيكي مصرح كلاسيكي مصرح كلاسيكي وحتى مصرحاتها لغة العربية فقابلت فيها يعني أساطين الإزاعة وأساطين الممثلين اللي قابلته كتير في هذا المكان الأستاذ محمود مورسي أستاذ محمود مورسي مورسي بيشتغل قدام أيك الإزاعة زي ما كنت بيشتغل وقف قدام كاميرا على المصرح كأنه قدام كاميرا هو بيحس هو بيحس يعني مش مثلا بيعمل كده ولا فيه ممثلين على فكرة كان ليهم أسماء كبيرة في الإزاعة لما جيت نقل للكاميرا لم يحقق نفس النجاح بالضبط لأنه هو كان بيشتغل على حاجات مصطلعة طبقات صوتية طبقات صوتية الإرنانات والحاجات دي وبتاعه كلام من ده إنما أنت بقى عليك أنت ما هو طول الوقت الممثل وهو صوير ما يقول لك إيه يقول لك فلان خرج من عباية فلان ما فيش ممثل اللي خرج من عباية ممثل ما اللي يبقى أي لابد أنت بتبقى زي أي فنان تشكيلي على فكرة أي شاعر أي شاعر ما هو لازم حيتقصر بالمتنبع حيتقصر ببدر شاكر السيابة حيتقصر بصر عبدالصابور حيتقصر بأحباد عبدالعب معطح جازي أي اسم بس هو عليه بعد كان هو يخلع هذه العباية ويقول له شكرا ويعلقها ويبقى له كامل لاحترامه كل حد ويخرج من هذه العباية هو الرجل حببه في الشغلانة دي حببه في الحكاية دي يعني هتلاقي أي شاعر هتلاقيه خرج من عباية شاعر تاني تأثر به يعني بتأثر بمدرسته الشعرية يعني في أنا كنت بقول أنا توفت في الحوار لا خالص ولا توفت بالعكس هو الكلام بياخدنا في مسألة إنه ما فيش حد بيخرج من عباية حد قد يتأثر قد يتأثر لكن علينا هو يخرج بسرعة بيبقى عنده شخصيته هو لو استمر يعني مثلا ما ينفعش أفضل طول الوقت في عباية أحمد زكي ما ينفعش صح أما هو الأستاذ موجود مظبوط أو إرسل الأستاذ موجود أو مراسه الفن موجود وفي كل الأوقات حيقوله ده الله ده الأستاذ أنت بليه الناس هتروح المفروض اللي عاوز يشوف أحمد زكي هاي روح نزب أو معهود أحمد عبد العزيز صح تب أقول لك على حاجة في دلوقت مشكلة كبيرة جدا تواجه أي ممثل لأول ما يغمض عينيه بيتحول إلى الشيخ حسني في الكتكات عشان كله تأثر أكتر من النازم بأداء الأستاذ محمود عبد العزيز في الكتكات لأنه الشيخ حسني لأنه أعمل أداء أداء طاغي هقول لك بتعبير أداء فاجر افترع افترع طبعا يعني جاب سقف هذي جاب سقف العميان كلهم في الأحياء الشعبية قبلة يعني أنا لما جاعمل لما جاعمل طاه حسين أعمى مفقف أعمى أنا بشيخ حسني أعمى أنا من شعبي أعمى شعبي فأي حد إن لم يكن الممثل واعيا حياته على طول أنت غصبا لأنه في وجدانك أنت يعني يعني أنت في في الصاب كونش أسعى عندك في ده ده في اللواعي خلاص في محمود عبد العزيز والشخص فلازم تبقى أنت واعي عارف فينا حتى بالزبط لأنه لأنه طاغي يعني أداء هذه الشخصية طاغي يعني هو كامل الاحترام لأسازتنا كلهم الحقيقة يعني يعني لنا الفخر طبعا إن في إن في بانوراما الفن المصري في أسازة كبار جدا نحن نحني ليهم ويفضلوا منورين حتى لو رحلوا يعني يفضلوا أسماء ننحني ليها ونقدرهم وكل حك أنا أصلا أنا مستمتع جدا بهذا الحوار لأن أنا من الناس اللي تستمتع جدا بمحاورة فنان ممثل مثقف ربنا أخليك ربنا أخليك ربنا أخليك وهنا ده برضه هخي ناس اللي يمكن سؤالين يعني زمايا اللي يقولي يا إيسف فضل خلاص خمس دقهم سؤالين معلش مش قادر أصلا مش كل يوم هتشوف الأستاذ سؤال منهم متعلق بأنه على ما يبدو مش عايز قدي جزم على ما يبدو أنه جيل من أو بالأصح نجوم بعض من نجوم الجيل الحالي لا يعطونا للأستاذية حقها ودي مشكلة أظن يعني ما تحسش أن ليهم أساذة أو لا يعترفون بفضل الأساذة عاوزين يحسوا أنه هم صناعة أنفسهم لا جزء مش كله لا ما دول ما لا يتعدوا على صابع الإيد ما يتعدوا ولا لا كتير 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 لا كتير لا كده رقم كبير وده رقم كبير أصلا ما هو يعني حتى لو استعرضنا الأسماء أنا ما بقتش مشغول بالأسماء بين يوبينك لكن ساعات بيجي لي هذا الإحساس من أنه ساعات نرى فلان أو نرى فلانة نستشعر منها صلف أو غرور أو أنها تظن أنها ملكة العمل أو يظن أنه أمير أمير السن يعني حاجات كده لا 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 في ست ميرلستريب أسوى حسنة يعني يعني أو في 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 عندنا ممثلات عظام جدا هي القضية فيه القضية أن هناك جيل هذا الجيل انتهيك انتهيك فنيا وإنسانيا إزاي يعني أه أنا حدك قلت على ميرلستريب علشان لا هو مش لقى تعبير تاني أقوله مش لقى تعبير تاني آخر أقوله خالص غير إن فيه جيل هذا الجيل جيل انتهك إنسانيا وانتهك فنيا إزاي وليه يعني لم يتبوأ مكانه مكانه الفن مكانه الفني بما يليق به يعني أقولك فيه دور صعبة وستاذ يوسف إحنا عاوزين بتعمله بس هو دور أربع حلقات بحدش عمله غيرك إنت في مصر أو بحدش عمله غيرك إنت يعني بلك لما فيه دور يساوي قيمتك إنت يجيبه وموثل من بره مش إنت اللي تعمله مش لازم بره من وطن العربي لأ من بره من بره نقابة المهن التمثيلية ليه ما عرفش لما الدور ده ما حدش يعرف يعمله غيري لأنه هو لأن يبقى أنا جامد جدا لأن يعني أقولك أسماء ممثلين أظام ممثلين كواسين جدا 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 يعني فيه حاجات أتمنى أتمنى أنها تزول وتخلص وأن الناس تبدأ تأخذ حقها لازم لازم تأخذ حقها لازم لازم الناس تأخذ حقها لأن من المفترض يعني ده الصحيح الناس تأخذ حقها بشكل عام يعني 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 حطوا كل واحد في مكانه الصحيح يا رب طيب يمكن سؤالي الأخير فيه البعض يقول أنه مش بالضرورة للفنان يبقى مثقف مهم جدا يكون بيعرف فيه مثل ويوصل لك الإحساس أما الثقافة دي فيه دي حاجة مش ضرورية وفيه البعض الآخر بيقول لأ لازم الفنان يبقى فيه عنده ثقافة حقيقية وبالتالي هيبقى فيه عنده قدرة أكبر وأوسع وأعمق على الإحساس وعلى التجسيد وعلى إيصال المشاعر أن الفنان يبقى مثقف جدا 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 مهم جدا جدا أنه يكون بيعرف بيعرف بيقرأ شعر بيسمع مزيكة بيعرف فن تشكيلي بيعرف الاقتصاد بيعرف علم الاجتماع بيعرف فلسفة بيعرف علم النفس كل دي روافد للفنان لو الفنان غير ملم بهذه الروافد يبقى حيصنع الشخصية إزاي يعني أنا عشان أعمل شخصية الشيخ أحمد الطيب لازم أقرأ جزور هذا الرجل حتى لو حعمل شخصية في مشهد أو مشهدين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة مشهد لازم أعرف جزور هذا الرجل نشئته عمله إزاي علته عمله إزاي تدرجه عمله إزاي إلى أن وصل إلى هذه المرتبة العظيمة كشيخ الأزهر لازم أعرف درجة ثقافة ودرجة كذا الرجل بتعلم في الصربون يعني هذا الرجل إمام مستنير مش إمام مستغلق ولا إمام لا 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 يعني في هو الممثل اللي ما يعرفش علم اجتماع أو ما يعرفش علم نفس حيشرح شخصات زي يعرف شخصات زي أسأل تمثيل ليس كلاما يقال مش كلام بيتقال لا ده أنت بتخضع الشخصية اللي أنت حتعملها لمواصفات علم النفس لازم تعملها تاريخ لو ما عملتش تاريخ فني للشخصية اللي أنت حتعملها يبقى حتجسدها إزاي لابد من تاريخ فني للشخصية الممثل يقعد يذاكر الشخصية وده بيتأتى إزاي إنه هو لو ما دخلش المعد على الفهم مصرحية لو ما أراش في علم النفس لو كذا حيخش ورشة طب الورشة دي مين رأس هذه الورشة لو رأس هذه الورشة مش مدرك كل هذه الأشياء مش حيستفيد منه حاجة يعني خلنا نقول في ورش أوكي ماشي ماشي عشان بس محص دي رأسنا في الرمل لا في ورش موجودة طيب رأس هذه الورشة هل هو مدرك الحاجات دي كلها إن الممثل اللابد لي من يعني هي خلينا نتفق إن أهم حاجة الموهبة يا موهوب يا مش موهوب كل اللي إحنا اتكلمنا فيه ده كله ده السياج اللي هو بيحيط بهذه الموهبة وبيشيل الموهبة دي فيعمل تميز عند أحمد زكي عند محمود عبد العزيز عند نبيل الحلفاوي عند توفيق عبد الحميد عند صفاء الطوقي عند مش عارف مين عند مين عند مين عند أسماء كتير يعني عظيمة دي مواصدهم خلينا نسميهم مواصدين عندهم درج بلاش نقول درج عشان كلمة ثقافة دي عندما أسمع كلمة ثقافة بلاش بلاش كلمة ثقافة يعني عندهم درجة وعي فني نسميها وعي فني عشان لفظ الثقافة ده بيبقى لفظ الناس المتجهمة اللي هي مش لأ خليه عند وعي فني بما يقدمه للمتفرج على قل ما أنا أقول أنه يستعرف وليه دايما الناس لما نقول فنان مثقف يطلعوه في صورة نمطية معينة ويجي على طول في الزهن صورة ما معينه المسألة لأ ويحكم عليك أنت كممس بخالة تركيبتك الشخصية يعني أعب أتكلم دلوقتي فيحط مفيد على شو مثلا في دور المثقف في دور الرجل العائل في دور الرجل اللي هو مش عارف كبير اللي بتاعه الحاجات دي هو يعني المخاطرة فنيا بتبقى مهمة يعني داود عبدالسيد لما يبعت لأستاذنا محمود عبيز يعمل الكتكات أو يعمل العار أو يعمل كذا أو يعمل كذا يعني المغامرة كويسة غامر بالموسر يا أخي غامر به يكتشف فيه أشياء دا حاجات مش موجودة لكن لو أنا عملت شخصيتي في الحياة هيبقى أنا مش موثل لما اللي بعمل شخصيتي في الحياة خلاص فين الصعوبة بالضبط ولذلك أحيانا تلاقي ممثل بيعمل الشخصية دي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا أيها هي كلها تنوعات على شخصيته الحقيقية يعني هو ما بيجهدش نفسه لأن أنا بسبق الموهبة عموما فيه موثل موهوب يبقى عنده الموهبة دي زي طوب القماش فيه موثل عنده متر قماش فتجيبه يمين يجيبه شمال هو هيعمل جاكت وفي واحد عنده الطوب كله يمطر بقى يعمل جلابية يعمل بدأ يعمل قميص يعمل بانطلون يعمل أي حاجة خلها ربنا في الدنيا هذه هي الموهبة بشكل بسيط جدا جدا عشان السادة المشاهدين يعني يعني هو ربنا صرف له طوب قماش خلاص هو حتة يعني ربنا صرف له متر حتة دي كنز حتة حكاها كنزة ديقة اه فما فيش هتعمل ايه هي حتة واحدة هي حتة واحدة سيد مبيد أنا مبسوط جدا 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 سعيب جدا متشرف جدا فخور جدا منك نورتنا أشكرك جدا وكل سنة وحضرتك طيب ونشوفك دايما على خير في أعمال كثيرة التنوع ولسنين طويلة قادمة أشكرك جدا وأنا متشكر جدا جدا وسعيب بهذا اللقاء لا ده أنا يا بغتي يا فرحتي والله يبجل كل سنة وحضرت طيب والسادة المشاهدين والسلامة ربنا نخلي حضرتك كل سنة وحضرتكم طيبين انتظرونا بعد الفاصل